اشتركوا في القناة التنمية والتعمير في الصحراء الغربية هنتكلم عن الممر الطولي متى سنقوم بإنشاء الممر الطولي الخاص بممر التنمية والتعمير أهلا بحضرتك يا دكتورنا أهلا بك عاوزين نعرف أو نجيب على متى ننشئ الممر الطولي لممر التنمية والتعمير الممر الطولي في نظري آخر حاجة تتعمل لأن الممر الطولي ده عايز تربط كل المحاور العرضية ببعض وتربطهم بالعالم الخريقي العالم الخريقي يعني شمالاً لأوروبا وجنوباً لإفريقيا فهو آخر حاجة تتعمل يعني أنت تأخذ مثلاً نحن في الناس اللي درسوا المشروع قالوا أن أنت المحاور العرضية دي عايزة يجي خمس سنين تنمي المحاور العرضية دي بحالها كل واحدة وإنهم قرى ومدن وكذا وزا يعني ما تعملوا حداً عايزة يعمل جمعة هناك حداً عايزة يعمل أستاذ المحافظة عايزة تعمل حاجة مبنى كل ده يمشي وياخد على الأقل لخمس سنوات على ما ينمو وبعدين يبقى فيه لازمة أن نربطهم ببعضهم وبالعالم الخارجي ويجي الممر الطولي بعد ما يكتمل العمل الأساسي البنية الأساسية في المحاور العرضية كلها يعني أقول لو إحنا الممر التنمي عايز عشر سنين عمل الخمس سنين الأولى في المحاور العرضية والخمس سنين الأخيرة هي الممر الطولي يعني في البداية دكتور إحنا نشتغل على التنمية وعمل البنية الأساسية ثم لما يكون في مجتمع أو مجتمعات نربط بين المجتمعات دي نربع عليك عشان تربط ما بين القرى وتربطهم بالعالم الخريجي لأن الحاجات اللي هيعملوها إنتاج وحيتباع شمس حاجات في أوروبا وحاجات في إفراقيا فانت بتفسح لهم المجال لأننا عايز في مستقبلها يعني خالص أن احنا نربط أفريقيا كلها بنفس الممر الطولي ده مستقبلا بعدين يعني معناها أن احنا نربط العالمين بجنوب أفريقيا أنا بشكر حضرتك دين دكتور فاروق الباز عندنا كمان مهندسة روية الدكتور تكلم على إنشاء القرى كبداية على مدار خمس سنوات ننشئ قرى ثم ننشئ الممر الطولي اللي يربط بين القرى أو المجتمعات سواء قرى زراعية صناعية عمرانية مجتمعات تنموية فرؤيتك أو رؤية حضرتك للموضوع ده إزاي؟ إحنا لو ربطنا هذه القرى رأسيا وربطناها كمان بخط خطوط مثلا قطر أو يربط الشمال بالجنوب إحنا كمان كده بنرخص من وسائل النقل اللي هو النقل للبضائع وفي نفس الوقت كمان إحنا لو عملنا كده هنستغل الطاقة المتجددة الشمسية فمش هتبقى فيه الأنجي مش هتكلف في الدولة زي ما هي بدلوقتي مثلا إحنا كان قبل كده بندعم أن التكلفة بتاعة الطاقة هتقل لأن إحنا هنبقى إحنا بننتج الطاقة الشمسية حتى ممكن بتقل يعني ما أظن القطر والحاجات دي تمشي بالطاقة الشمسية فهتقلل كمان تكاليف النقل بتاعة البضايع من شمال مصر إلى جنوب فيا ريت إن شاء الله ده يكون مشروع نأمل أنه يحصل وممكن يحصل على ما أظن أنه ممكن كمان أنه عن طريق ريادة الأعمال وعن طريق القطاع الخاص وعن طريق الحكومة وعن طريق برضو البي أو تي إن كل الشوارع زي ما هم عملوا طريق مصر إسكندرية أنا أظن أنه معمول عن طريق البي أو تي فإحنا نقدر نعمل البنية الأساسية بتاعة الشوارع وبتاعة المواصلة عن طريق البي أو تي وتقدر لكل قرية بعد 15 سنة لما القطاع الخاص بي مثلا هو هيأجر الأرض لمدة 15 سنة أو 20 سنة لحد ما يطلع البلوس اللي استثمرها هتبقى دي ممكن ترجع إلى أهل القرية نفسهم أنا بشكر حضرتك مهندس أروا منصور ده يبقى مشروع تنموي ويعني مشروع قومي ولازم أذكر أن أنا في أحدى رحلاتي أن أنا بحاول أعمل أن أنفذ المشروع روحت للدكتور محمود أبو زيد اللي هو كان مسؤول عن الرأي في مصر وكان كتب لي أن ده ممكن يبقى مشروع قومي ممتاز وقت عشان أن أنا أعيش وأشوف وأشوف الكرة البقية السفرية دي تحققت وتبقى قادمة على الفقر وتبقى كل الناس بتاكل غزاء آمن وفي نفس الوقت هنبقى في 2030 وصلنا إلى أهداف الأمم المتحدة بشكر حضرتك جدا مهندسها رويا منصور رئيس مجلس دارة شركة رواموسكو للتجارة والتوزيع شكرا جزيلا لحضرتك ألف شكرا مرسيك وبشكر الدكتور فاروق الباز علمنا الجليل على المعلومات اللي قدمتها خلال الفترة الماضية في سلسلة حلقتنا مع معليك شكرا جزيلا لحضرتك لكن في طلب أخير وهو أن احنا نرسم الممر التنمية والتعمير في خريطة علشان السادة المشاهدين يكونوا فاهمين إيه هو الممر وهيكون إزاي موقعه من النهر النيل إيه وموقعه من المحافظات اللي هيكون موازي لها إيه أنا رسمت ده ورسمت لكم في التلفزيون وفي كل حاجة وفي كتاب وفي صور كتير عايز تلسمه على خريطة أرسمه خلاص بي الله بينا طب ممكن مشاهدينا هنشوف الدكتور فاروق الباز هو بيرسم ممر التنمية والتعمير اللي عوزينه يقام في الصحراء الغربية أنا عندي الدلتا وهنا القايرة وهذه الحتة بتاعت هنا انزلين الحد بيوصل على الأسوال فأنا عندي هنا مكاماكن كتيرة جدا ممكن أنا أستخدمها غرب النيل ممر التنمية بيعمل إيه؟ ممر التنمية بييجي على المنطقة اللي هي غرب الدلتا وغرب النيل يعني أنا عندي والحد هنا ماشي على اسكندرية وبعدين ييجي غرب النيل هنا كده ماشي الحتة دي كده وبعدين بيقرب من النيل ويتبعد شوية هنا على الفيوم وبعدين يرجع تاني هنا ويجي عندي هنا ويجي يمشي ويحد عادة العالية بتاعت الاسكندرية وأسوان يعني هنا أسوان وهنا قنة وهنا القاهرة معنى ذلك أن أنا عندي الأماكن دي اللي هي ممكن جدا أستخدم فيها الأماكن يعني مثلا عندي أعمل بواحدة الأسوان وبعدين كده وبعدين هنا دي حتة وبعدين هنا فيها السيوت وسواج كل الحتة دي كلها أعمل أنا مسارات كده عشان يبقى عبارة عن سلالم ما بين النيل وما بين حاجة تانية إحنا حنعملها اللي هي الممر الطولي اللي هي أنا حاجة هنا جنب الحتة دي كلها وأعمل هنا ممر طولي بالوارد ماشي ماشي زي كده وماشي هنا كده ويستمر هذا الممر الممر دا كل دا يوصلوا كل دول يوصلوا للممر الطولي دا والممر الطولي دا عبارة عن حتة وسعة كده أنا سنتهب بعضها كده دي عبارة عن خط سكة حديد للنقل خط سكة حديد للناس شارع ثمان ممرات أربعة رايح وأربعة جاي وبعدين خط بتاع الكهرباء وخط بتاع مية من أسوان هنا من بحيرة السد يمشين لحد مية ويوصل عنده لأسر ليه عند الأسر؟ أنا عايزي بقى فوق الهضبة الحتة الوحيدة اللي فوق الهضبة بعيدة عن النيل هي عن بتاعة الأسر وليه هي دي بتاعة على عند الأسر؟ لأن أنا عندي حتة في الأسر كل ما زرها جنب على حد النيل بش ببص بس شوف منظر ليس له مثيل في العالم منظر جميل جدا اللي هي أنا فوق الهضبة اللي بتاعة الجيرية بتاعة الهضبة ومنظر رهيب جدا من أجمل ما يمكن أنا عايزي الهضبة دي أعمل فيها تلاتة دبي مش بس دبي واحدة عشان السياحة تلاتة أربعة دبيات أعمل فيها مطار عالمي ليس له مثيل وأعمل فيها أماكن للسياحة وأفتح بيها أحسن فنادق العالم يعمل زي ما عايز يبقى هنا عندي مطار وعند كذا وعند كذا وعند كذا فوق الهضبة ليه لأن منظر النيل من هناك وانت فوق الهضبة منظر لا يعل عليه كل ما بروح هناك بقى في ساعة مش عارف أتحرك منظر من أجمل ما يمكن الهواي فوق الهضبة دي وبص تحت ألاقي النيل بالحطة الخضارة الصغيرة الرفائية اللي حواليه والنيل ماشي فيه المراكب بالشراع وكذا كذا والنحية الثانية هذا يعني سحرة فأنا عندي الخضار الجميل ده منظر ما بقاش عايز أمشي لما بروح عنده فأنا بقول لو أنا عملت المنظر ده للسياحة وعملت أنا فنادق من أحسن ما يمكن وعملت أنا مطار محترم يمشوا فيه أنا أوصل لهم مية من عندي من بحيرة ناصر أوصل لهم مية هنا لأن دي فوق الهضبة مش ما تنفعش مية جوفية أو هتبقى عميقة أو لو هنعملها مية جوفية لا أجيب لهم مية من بحيرة ناصر وأعمل لها أمبوبة تمشي مع الممر لا لحد ما توصل للحتة بتاعة الوسر دي وأعمل فيها أعظم مجال سياحي في العالم ليه؟ لأن الناس اللي هيبقوا هنا في الفنادق ياخد بس 15 دقيقة 20 دقيقة ينزل يشوف أجمل حاجات في معبد الكرنك معبد الأقصر مقبرة نفرتيتي مقبرة تود عاخ أمون يعني يشوف حاجات من أجمل ما يمكن نروح طالع المساعدة 20 دقيقة ربع ساعة ولل 20 دقيقة ويقعد في فندق محترم جدا وحزيم جدا يلعب جولف يعمل زي ما أعايز إنه مقريب قوي ناخده بعربيات كهرباء صغيرة وعربيات يعني ما فاش ما فاش حاجات بيعية وحشة بعربيات صغيرة كنت نخدم 3 أربعة كل بالواحد وننزلوا من فوق الجبل لتحت عشان يروح يتفرج على الأثار المصرية القديمة ويعايش في موقع من أجمل ما يمكن أحسن بيئة في العالم نضيفة خالص هوى جميل جدا ومنظر راقي واعمل له زي ما هو عايز فوق فوق الهضبو دي يعمل فيها كما يحب أنا بقول فيها دي 3 أربعة دبي أقدر أوسعها بحيث أنها أعمل المطارات المطار بتاعها الفناندق بتاعتها أعمل فيها ما لم يعمل من قبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر